مبارك للمنتخب العمني الشقيق خسر منتخب الكويت الوطني أمام نظيره العمني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة كأس الخليج العربي الرابع والعشرين المقامة في قطر وبهذه النتيجة اعتل المنتخب العمني صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط وتراجع الأزرق ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط بانتظار نتيجة مباراة السعودية والبحرين التي تقام في هذه الأثناء